فأولاً حث الإسلام على الزواج وأمر به وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج فإن من لم يستطف عليه بالصوم فإنه له وجاء وكذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر ثلاثة نفر على بيوت النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادته فأجيبوا فكأنهم تقالوها يرأوا أنها قليلة ولكن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذبه وما تأخر فظنوا أنه عليهم أن يزيدوا في العبادة لأنهم ليسوا رسلاً فقال أحد أما أنا فأصلي ولا أنام وقال الثاني أنا أصوم ولا أفطر وقال الثالث وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوه غضب صلى الله عليه وسلم وقال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا وكذا ألا إني أتقاكم لله وأعلمكم به وإني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فلا أعتزلهن فمن راغب عن سنتي فليس مني إلى هذه الدرجة بيّن النبي صلى الله عليه وسلم خطورة ما قالوه نعم لم يصرح بأسمائهم لأن هذا ليس مطلوباً وإنما المطلوب هو أن يبين حكم هذه المسألة لأنه قد يكون غيرهم أيضاً يقول مثلا قولهم فليس مهماً من الذي قال لكن المهم ما الذي قيل ولذلك رد النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول وبين الحق في خلافه